موسيقى موسيقى صباحا حتى سبعة مساء في مقر الجزيرة واللي يجب انتخب يكون معاه البطاقة معاه مع الكرني لازم يكون معاك البطاقة عشان بكرة فيه نظام فيه اندباط عشان الصورة تطلع جميلة احنا دايما النادي الاهلي بيصدر الصورة الجميلة من اعضاء جماعاته العمومية بيصدر كل حاجة محترمة كل حاجة كويسة وهدفنا طول الوقت نوعي حضرتكو كمان في البعض على السوشيال ميديا برضو مصمم بينزله حاجات كتير جدا الانتخاب في مدينة نصر ده مش حقيقي مفيش انتخاب غير في الجزيرة من التسعة صباحا حتى السبعة مساء بكرر مرة واثنين وثلاثة عشان البعض مش عارف بيعملوا الكلام ده ليه ومهم جدا كمان الناس يروحوا بدري جدا جدا عشان ده مهم جدا عشان ما يحصلش بقى ازحام فيه مجموعة بتحب تروح الصبح بدري الكل يروح اللي على قد ما تقدر روح بدري علشان تنتخب اللي انت عايزه اكيد ما نقدرش نقول لحد مين واكيد احنا حياديين واكيد بنعرض الامور اللي انت عارفينها عشان حاجة واحدة اللي انا عرضته عشان الحفاظ على الجميع وكرسي مجلس جزارة النادي الاهلي اللي ما ينفعش حد يتكلم عليه ايا كان مين اسمه فمن هنا في بعض الامور اللي بنشوفها غريبة كالعادة وبعض الامور اللي بتلاقي المنشتات الغريبة العجيبة ولما تيجي تدور على انتماءهم هو مش اهلاوه تعالوا نشوف المنشت ده لانه جميل ومنشت صعبة علينا كاهلوية وقبل ما نروح اعرضوا لحضراتكم او خلينا نروح نشوفه وستش شريف عبدالقادر ناديكم يناديكم انكزوه مش هدخل في تفاصيل اكتر من كده العنوان في نادي قبل كده عمل ومنافس يعني لو انت انتماءك ومعروف انتماءك وانا احترمك لكن مش الاهل اللي بيعمل كده مش الاهل اللي بيقول سلفني شكرا وناديك يناديك ونطم الميكروباس قبل ما انا بتكلم بجد مش بهاز الشعرات دي ما تتقلش في الاهل الشعرات دي تتقل يعني مش عايز اقول حاجة يعني اقولها تبقى عيب او حد ياخدها علي ولكن مش احنا اللي بيتقال عندنا كده في النادي ناديك يناديك ولا مجلس ادارة النادي الاهلي تقول له حكومة الزل ولا مجلس ادارة النادي الاهلي تقول له هؤل كلمة مش محترمة فمش فاهم يعني ايه انكزوه هو النادي الاهلي هات يا جماعة للاهلوية لايف جاكت عشان قبل ما نغرق مش فاهم ما توزع لنا لايف جاكت يعني ماقدرش اقول له غير جين يعني مش فاهم يعني مكتوب جملة كمان غريبة شلت راس المال انت حضرك معاك 50 ألف حفز عليهم كده حطهم وديعة لكن في ناس دماغها الاستثمار وعقولها الاستثمار وعقولها يبقى فيه استاد وعقولها يبقى فيه تجمع خامس وعقولها يبقى فيه تنمية حقيقية داخل النادي الأهلي انا عارف اللي كل البعدة يبقى بعيدة عنك كل البعد التفكير ده طب ولما الناس دي وحشة حطيت ايدك في ايدهم ليه ما ده اللي بيجننني الناس تجي يقولك وحشين 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 بتشتغلوا ليه معاهم يقولك لا انا مش شغال معاهم انا شفت حوارات كتير من دي يعني ايه مش شغال معاهم بتقبل ليه فانا بستغرب من الشعارات دي ناديكم يناديكم انكزوه سلفني شكرا نطم المقربس بسرعة وانتخذ تعالى بسرعة اركب عجلة نطم المركب الشعارات دي مش عندنا يعني احنا اكبر من كده بكتير يعني بصراحة مش عايف اقول ايه يعني ما عنديش حاجة اقولها لانه بالمناسبة خلي الصورة دي قدام الناس عشان تشوف مين اللي بيدفع عن الاهلي برضو يعني بتكلموا عن زملكة النادي في المؤتمرات بنشوف مين قاعد ينتموا النادي الزمالك ما تروحوا اشتغلوا في ناديكم بتيجوا عندنا ليه الكل بالمناسبة انا بقوله هو فلكن انا استغرب كمان على السوشال ميديا لقي قامات قامات واحد قالك الاهلي في خطر ايه حاول اهلي ده في خطر انا رأيه حنتخب عشان الاهلي في خطر يعني ايه الاهلي في خطر مش فاه يعني ايه يا مش فاه يعني حد يفهمني ايه الجمل الغريبة دي اللي علينا دي انتو ما حدش عرف يملع الجمالة ما حاجة صدقون والله العظيم ايا كان مين حينجح حنبقى اسعد ناس في الدنيا لان كلهم محترمين وكلهم ولاد النادي الاهلي كلهم اللي ينجح مبروك هي حرب ليه انتو مخلينا كده ليه ناديكم ويناديكم انقذوه مش فاهم انا يعني فاهمني عشان يمكن انا على قدي غلبان شخصيتي ضعيفة قافش اقول كلمتين زي ما البعض بيحاول يرد مش مشكلة بنستحمل عشان خطر جمهورنا ونحافظ على اخلاقياتنا لكن ده غريب علي ناديكم وناديكم طب والله كم اكتب لي سلفني شكرا عشان اروح انتخذ يعني انقذوه انقذوه من بطولة افريقيا ولا من الاستاذ اللي هيتعامل ولا من التطورات اللي حصلت ولا من الانشاءات اللي حصلت للكل سام فيها ولا من الميزانية فيها فقد ميزانية ولا من عقد الرعاية اه انقذوه من ده عشان انت ما بتشوفش ده عشان كده عايزنا انقذوه انقذوه من بطولة السلة اللي حققها الاهلي لا اول مرة في تاريخه ولا انقذوه من البطولات الافريقية في الالعاب الجماعية وفي السباحة وفي الكاراتي انقذوا من ده اللي انت ما بتشوفش النجاحات دي اللي ما شوفش من الغربة ليبقى اعمى اسمعش يعني ايه الاهلي جماعيته العالمية هي اللي تنقذوا مش انت الاهلي جماهيره هي اللي تنقذوا اللي ولاءهم وهرجع اقول جملة في ناس كده ولا لونهم لوننا ولا روحهم روحنا ولا دمهم دمنا مستنينكم تدفعوا عننا لا الاهلي عنده رجالته في كل مكان بعيد عننا احنا كمان لكن كلمة انقذوا يعني في جملتين بصراحة انا على المستوى الشخصي واهلوية كتير دايما ببعتوننا بتناقش معاهم يقولك الاهلي راجع والله العظيم ما بتري على حاجة واقسم بالله انا بعشاء الناس كلها واقسم بالله تاني لا الاهلي موجود وايفضل موجود ما بيننا وايفضل ببانه مفتوحة للجميع انافق من الاهلي راجع ده ما يبقى حاجة غريبة علينا الاهلي فتال لقبيب مثلا وحنبعت نجيب ايه ده اللي بيتقال ده مين يقبل الكلام ده والله بيكلمكم بجد والتاني يقولك انقذوه خلاص يا جماعة عشان ما احنا جزء من النادي الاهلي قناته ابعتوننا لايف جاكت يمكن الدنيا تغرق دلوقتي عشان خطر البي ما يزعلش ده مش فهم ده حاجة غريبة جدا والله بجد يعني الواحد بيشوف امور غريبة وعجيبة وبيتكلم بكل اريحية وبيتكلم بكل هدوء فما تسيبوا الاهلي وشأنه ما تسيبوا الجامعية العمومية وشأنها ما تسيبوا اعلامه وشأنه شوف سبعته كم مرة قناة النادي الاهلي والكل بينظر عليها ولما يشتغلوا فيها تبقى كويسة ولما يمشوا منها بتبقى وحشة ناس تشتغل زي ما قال الكابتن محمد عمارة تشتغل في النادي ده مجلس زي الفل وجميل وبيشتغل بنظام والبطولات موجودة واول ما بقاش موجود الناس تغلط وتمشي هي دي هيبت الاهلي وهي دي قيم الاهلي وهي دي مبادئه عايز اقول حاجة بالمناسبة مدام اتكلمت في ده يعني انا نيابة عن الجميع باعتذر للواء شيرين شمس على الاجتماع الاخير واللي حصل فيه مرة تانية سيادة اللواء اتمنى انا مقدرش اتكلم على اي حد اهلاوي مش كويس دي قناتنا واحنا عاديين بندردش مع بعض لكن سيادة اللواء شيرين شمس انا باعتذرلك على الاهانة اللي انت شفتها في الاجتماع الاخير من احد المرشحين والكلام الغير مقبول بالمرة اللي اتقالك داخل جنينة النازي باهلي اتمنى نيابة عن الجميع وانا امثل الجميع وبكل حيادية باعتذرلك واتمنى لتقبل اعتذاري لان احنا تعلمنا للكبير لاحترامه خصوصا لما يبقى الكبير محترم وبيعامل الجميع باحترام سيادة اللواء تقبل اعتذرنا من كمية الكلام الصعب جدا اللي انا ايضا مش عارضه عشان محدش يقول احنا بنوقع حد على حساب حد مقدرش عمل دا كنت أتمنى اللي أعرض للناس ويشوفوا الصورة عاملة ازاي مش حد واصع عن نادي الأهلي الأهلي لكل الأهلوية الأهلي لجمهوره قبل أعضاء جماعيته العمومية الأهلي لجمهوره اللي معوش تمن الكرنية أو تمن العضوية الأهلي لجمهوره البسيط قبل الغن الأهلي لأعضاء جماعيته العمومية المحترمين اللي عايزين النادي يبقى عليك بالنادي الأهلي الأهلي ملك كل ولاده الأهلي ملك اللي قاعد يوم قبل اللي قاعد خمسين وستين وتمانين سنة الأهلي لينا كلنا الأهلي بنعشقه وبنحترمه وبنعض فيه بنبقى فخورين وإحنا بندخل أصدقائنا الأهلي مش مكتوب لحد في البطاقة جزء منه مش مكتوب لحد فرقة الشمس مكتوب لحتة عض في فرقة الشمس ألعب فيها كرة والدرج ده بتاعكم متقرفش من حتة تانية مفيش كده والعقليات دي لازم تتغير ما انتو شفتوا من شوية شفتوا وردكوا الكابتل محمد عمارة بيسقف الكابتل مجدي عبدالغاني بيقول كلمة أي حد بيتكلم أسكت تعنيتش كده مش ده كده اللي أنا فهمه ولا ده عقلياتنا ولا ده أصولنا ولا ده احترامنا ما دي العقلية اللي مش عايزينها تبقى موجودة بكلمكوا بأمان هي دي الأمان الأهلي ملكنا كلنا تقعد في نديك وتلتزم بأخلاقيات نديك ومبادئ وتلتزم بالتعامل المحترم ما بينك وبين الناس اللي قاعدة كلها ولما تطلع في الإعلام تحترم رئاسة النادي الأهلي وأعضاء جمعيتها العمومية وتحترم مجالس الإدارات اللي موجود مش ده هو كده الأهلي اللي بيصدر الحالة دي للجميع والكل يجي يقول من وانا صغير كان بيتقال جملة جميلة لما عايزين تتعلموا إدارة شوفوا الأهلي بيعمل إيه مدرسة إدارة محترمة نيجي النهاردة عايزين نغيرها عشان مصالحنا مش موجودة فيه إيه فيه إيه نجدب ليه ونخاف ليه أصلي ما بيش على رسنا بطح وبنحترم الناس كلها وبنحب الناس كلها وقلتلكم من شوية ربنا يولي من يوصلح والله لا والله أين كمين حيكسب والله هنبقى أسعد ناس في الدنيا لأنه ما عندناش حاجة يعني نخاف من هنا نخاف من إيه الحقيقة هي قدامكم مرة واثنين وثلاثة ومليون وعرضنا لكم كل حاجة تلاقي ناس يقول لك ما تفرجش ويتنقوا عليك وتقعد معاهم يحكو لك الحلقات بالملي طبا مش عام تفرجوش مش هنجدب على الناس لينا قاعدة جماهرية كبيرة ولادنا بندفع عليهم جهازنا مجلسنا إدارتنا جماهرنا هو ده بتعمل قناة عشان نهاجم فيها رموزنا وولادنا طبا معرفش أنتوا أتمنى الكلام اللي خارج من القلب يوصل للقلب أتمنى أتمنى تبقوا فاهمين هو ده الأهم وده اللي أنا بتكلم عنه طول الوقت في حاجة تانية معنا جماعة يعني أنا شايف معنا فيديو تاني لحد كان موجود أنا شايف بلاش نعرضه علشان حاجة واحدة هو كان فيديو أيضا من الأستاذ محمد القوسي ظهر في قناة LTC وأنا بحب الأمانة ما بعرفش ده ري حاجة دي تفكيري وده عقليتي لكن يا أستاذ محمد اوعى تفهم اللي ده هجوم أنا بحترمك جدا صدقني وانت تعلم ما ده الصداقة اللي ما بيني وبحترمك جدا جدا وبحترم ناس كتير جدا جدا لكن ثلاث سنين حتى على مستوى الأهرام في جورنان حضرتك ومقالتك كان هجوم صعب واتناقشنا وانت بركتلي بلي كده في واقع معينة وقولت لي كل سنة وأنت بقى أنا أحترم ده لكن الأهلي أهم من شخصي الأهلي هو اللي عملني لو أنا ما عملتش ده أبقى خاين أيوة أبقى خاين أيوة أبقى خاين فما ينفعش أهلي على مدار ثلاث سنين ونص فأنا مش هعرض الفيديو ده لأن فيه كلام صعب نفس فكرة اللي كانت مكتوبة من شوية انكزوا الأهلي ومش ده الأهلي وقرارات الأهلي ومش عارب يا جماعة والأهلي فين الأهلي مستقرة في الكورة والأهلي عمل تطوير في الانشاءات محترمة والأهلي بنا تكملة على السابقين والأهلي العاب الجماعية ماشية زي الفل في بعض الحاجات لسه محتاجة اللي هي تتكمل أيوة طبعا عشان الوقت الثلاث سنين ونص مش در تعمل كل ده محتاجين يبقى فيه ناخد بالنا من النشاط الرياضي وطلباته ونمشي في كل الاتجاهات ده كلام محترم كمان الأهم بالنسبالي حلم الأستاذ حلم الأستاذ لكن قوة وتسمعوا والأهلي يباعوا واشترا بتحقوا عليكم كل ده شغل الانتخابات حمشي لكم أخيرا بالترتيب تاني عشان الكلام ده ما تسمعوش ما قال لي حيجي بكرة ولما حد يردده لكم بكرة قولوا لا انت كنت بتكذب علينا وبتستكتب الجامعة العمومية عشان تبقى في اخنا قوة تسمعو تسمعو لاي حاس ترشادية لأن ما كناش إيد واحدة كلين قوة تسمعو الكسة ميسك عتعرفوا للأهلي كلمته اللي عتمشي في الآخر قوة تسمعو الكسة قديدس ومش عارف ايه قوة تسمعو اللي مفيش تطوير جوة ناديكو أديكو إحصائية سريعة النادي الأهلي في الثلاث سنين الأخيرة ثلاث أضعاف الحضور أعضاء الجامعة العمومية ثلاث أضعاف أزيد لو ما كانش شاف تطوير عضو النادي الأهلي اللي بيروح نادي الصيد بقى بييجي يحضر جون اللي بيروح الجزيرة بقى بييجي النادي الأهلي لأننا نشاف حاجة أكثر من رائعة اللي البعض مكسوف يقولها كسفون تقولوها ليه الأهلي مش هيتباع الأهلي لا يباع ولا يشترى الأهلي في وجداننا واللي يقرب من الأهلي في القصة دي احنا عنوه في حقص صد مش أنا جمهوره قبل أعضاء ولا ايه مش دي الحقيقة فكل الحاجات دي ما تصدوهاش قناة النادي الأهلي كان بتروح المؤتمرات وتحط اللجو بتاعك تقولوها روح كناش بنتكلم قناة النادي الأهلي ما غلطتش في حد ولا عمره شاتمت فالحاجات دي سيستم كل يوم حاجة والناس للأسف البعض بيصدق فمن هنا دورنا التوعية هطلع فصل أخير وبعدها لازم عندي فيديو جميل وبصراحة ما ينفعش اللي انتو ما تشوفوش وحاز على القوي لو كل الأهلوية في كل مكان ما شافوهوش ده أحلى حاجة نختم فيها وسميته فيديو عجين الفلاح أنا آسف هقولها كلنا قصونا كده كلنا قصونا كده وكلنا من ناس بسيطة وكلنا تلات لعبة تلات ربع لعبة الكورة أو كلهم من أسر بسيطة طيبة كاف حت عشان توصل لأدى فل روح بقى النادي الأهلي واسمه كبر كلنا كده وبنعتزب ده لكن هطلع فاصل عشان تشوفوا الفيديو الأخير اللي أنا أختم به أحلى حاجة نختم بيها قبل انتخابات النادي الأهلي عشان نقول جملة كمان لأعضاء جمعاتنا العمومية نطلع فاصل سريع ونرجع لحضرات موسيقى